في جلسة نادرة بثها التلفزيون الوطني التقى الرئيس الأفغاني حامد كارزاي عددا من القرويين في قصره بالعاصمة كابول حيث استمع إلى أسئلتهم ومكترحاتهم التي تركزت حول ضعف البنية التحتية وغياب المشروعات التنموية في أفغانستان الأمر الذي أقره الرئيس كارزاي بنفسه على سكة المصارحة وبحثا عن حلول للمشكلات المتراكمة في البلاد واجه الرئيس الأفغاني حامد كارزاي خلال جلسة حوارية أوذيعت عبر التلفزيون الوطني غضب المواطنين بشان الوضع الأمني المتدهور وتأجيل المشاريع التنموية القرويون الذين جاءوا من مختلف أنحاء البلاد ترحوا خلال الجلسة التي عقدت في قصر كارزاي الحصين بكابول أسئلة غاضبة عن مشاريع تشهير طرق وسدود ومدارس وخدمات أخرى محرومين منها ميدانيا أعلن مسؤولون في الاستخبارات الأفغانية أنهم أحبطوا محاولة كان يمكن أن تفضي إلى وقوع هجمات مدمرة في كابول وقالت إدارة الأمن الوطني أن قوات قتلت أحد أعضاء شبكة حقانيا المتشددا التي يوجد مقرها في باكستان وأنها قبضت على ستة أعضاء آخرين خلال غارة نفذتها القوات في ساعة متأخرة من الليل في العاصمة الأفغانية إلى ذلك ذكرت وكالات الأنباء المحلية أن قوات الأم تمكنت من الاستلاع على كمية كبيرة من الدخيرة والأسلحة خلال الغارة من بينها خمس سطرات مليئة بالمتفجرات مما يستخدمه الانتحاريون يشار إلى أن مقر اللجنة الدولية لصليب الأحمر تعرض لهجوم كبير أمس في مدينة جلالبات شرقي أفغانستان حيث تم إطلاق النار والقنابل على المبنى فضلا عن اقتحام عدد من المسلحين مكاتب المقر ما أدى إلى إجراء ستة موظفين في الصليب الأحمر على يد قوات الأمن الأفغانية كما تعرض مجمع محاكم في منطقة بانشير المعارضة بشدة لحركة طالبان لهجوم شنه ستة من عناصر طالبان بعضهم كان يرتدي ملابس شرطة أدى إلى مقتل شرطي